نزار مرة أخرى نقول لك صباح الخير كيف نبدأ ونقرأ العالمين؟ كل عام حياة بخير في الفقرة شكرا لك نزار شكرا لك وشكرا لك وشكرا لسيدة المجاهدين اللي قاعدين يبعثوا لي في الرسائل متاحهم نبدأ معك نزار في العنوان الأول اللي جينا من جريدة شروق لمحالة كيف تلال الصحف ركزت على تشكيل الحكومة خاصة نحن نعيش لحظة الأخيرة قبل الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة أو للتشكيل الحكومي التي عرضها رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجمري الشروق قالت اليوم أضعت سبع أسابيع في الجدال وعطلت المسار الحكومي الأحزاب وامتحان المصلحة الوطنية مشاورات اللحظة الأخيرة لمرور الحكومة عنوان هذا هو عنوان تحريضي نجب أن نقول عليه أنه يحرض الأحزاب على الذهاب ومرح الثقة لهذه الحكومة وعدم إضاعة الوقت في المشاورات والمفاوضات التي قد لا يكون من خلالها أو من وراءها لا يوجد أي طأل اليوم الجميع يدعو الأحزاب إلى أن تمنح الثقة لهذه الحكومة في وقت أنه في الكواليس عديد المناورات السياسية كآخر لقاء جمع يوسف الشاهد مع رئيس تحية تونس مع رئيس قلب تونس سيد نبيل القروي وتم خلاله يعني مع أنه ما ظهر فيه حد شيء للقاء هذا إلا أنه كان يعني نتيجته خرجوا أنه تصالح الجميع وأنهم سوف يتجهون نحو حسم الموقف يعني بصيفة مشتركة ويكون قرار مشترك أما بالتصويت للتصويت على الحكومة أو هناك خفايا أخرى هو حسب أعتقد أنه تقارب براغماتي يعني للذهاب نحو مزيد الضغط إما على الحزب المكلف بتشكيل الحكومة وحركة اللهذا أو الذهاب نحو سيناريو ثاني والمرور للسيناريو ثاني في وقت أنه جميع الأحزاب ترفض التشكيل الحكومية التي عرضها الأحبيب الجمني السيناريو ثاني وهو حكومة التي سوف يطرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد وبالتالي سوف يكون بدايات تحالف في إطار هذا السيناريو إذا لم تتجه حركة النهضة وتحسم الأمور في اللحظة 90 وتجد سيغة تحالف معينة خاصة مع قلب تونس وكذلك كتل المستقلين في مجلس النواب الشعب ككتلة المستقبل وكذلك كتلة الصلاح الوطني وكذلك كتلة تأتينا في الكرام إذا الجلسة العامة ستكون يوم الجمعة يوم الجمعة عشر جانفي هل هناك فرضية حصول الحكومة على التصويت الكافي لمرورها لتمريرها أو هناك إمكانية لعدم التصويت على هذه الحكومة ما يطرح اليوم أنه قلب تونس الذي اكتفى بالصمت أمام هذه المشاورات وإذا لم يمنح قلب تونس هذه الحكومة أصبتها فأنه يعني سوف لن تمر هذه الحكومة وسوف نمر إلى سيناريو الثاني وهو سيناريو حكومة الرئيس أو حكومة الشخصية التي يختارها رئيس الجمهورية قائزي سعيد وقد يكون هذا السيناريو الأقرب إلى حد الساعة مع وجود البيانات الرسمية بعدم الرضا عن التشكيل الحكومية التي عرضها سيد الحبيب الجمهوري نمروا إحنا الجريدة المغرب والعنوين الديبلوماسية التونسية أمام الامتحان الليبي والامتحان الليبي كما نعرفوه أنه ما يصير في ليبيا اليوم يؤثر تأثيرا مباشرا سواء كان ذلك على الصعيد الاقتصادي كذلك الصعيد الاجتماعي وكذلك حتى على الصعيد الأمني بالنسبة لتونس وبالتالي فإنه على الديبلوماسية التونسية أن تتحرك وأن لا تكتفي إلا بإصدار البيانات يعني أن تتجه نحو حتى أنه تكون في مسيغة مبادرة معينة خاصة مع القريب من موقف التونسي يعني الذي نص على أنه يكون هناك حل سلمي ليبي ليبي في إطار يعني الوصول إلى التسويه نيائية للأزمة الليبية وأقرب هؤلاء هم الجزائريون الجزائري تتبانى نفس الموقع بالنسبة لتونس فلماذا لا نذهب نحوه أنه يكون نعيد نعني إنشاء مبادرة جديدة مع سلطات الجزائرية الجديدة الموجودة خاصة الرئيس الجزائري الجديد سيد عبد مجيد تابون والذهاب نحوه أنه يكون فيما يعني تكون فيما استراتيجية ديبلوماسية للوصول إلى جمع من جديد جمع الفرقاء الليبيين حول الطاولة واحدة في وقت أنه المجتمع الدولي بدأ يعني بدأ بالذهاب نحو عسكرة هذا الملف وعسكرة هذا الملف يعني سوف كما قلنا سوف يكون له عديد السلبيات على يعني على تونس وكذلك على يعني حتى دول المنطقة الأخرى دول طوق الليبي كالجزائر كذلك هل تدخل تونس والجزائر في حل توافقي يمكن أن يحل الأزمة في ليبيا يعني لو تكون هناك مبادرة سوف تذهب هذه المبادرة حتى على طويل عرضها على طويل البرنين على كافة الفرقاء الليبيين وكذلك عرضها حتى على العناصر المتحاربة في ديبيا وإمكانية إقناع بعض الأطراف الدولية الفاعلة على المستوى الدولي خاصة الأمريكي الذي يعني موقف أمريكا اليوم بالنسبة للحصة في ليبيا هو موقف قريب إلى الموقف التونسي وكذلك إلى الموقف الجزائري لماذا لن نذهب نحو يعني عرض مثل هذه المبادرة على هؤلاء ثم يتم فرضها في إطار مجلس الأمن خاصة أن تونس اليوم هي بدأت منذ 1 جنفي هذه السنة وأصبحت عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي ويمكن نستفادة من خلال هذا الموقع أنه نعرض مثل هذه الخطة للوصول إلى حل سلمي بين الفرقاء الليبيين سواء كان ذلك يعني بإعلان دستوري جديد أو بتحوير الاتفاق الصخيرات أو يعني إلزامية ودفع العناصر المتدخلة في الموقف هناك موقف غير واضح من الجانب التونسي خاصة على مستوى الخارجية التونسية لا هو أصبح أكثر وضوح خاصة بعد إصدار الخارجية التونسية لبيان وكذلك بعض التصريحات التي خرجت من قبل رئيس الجمهورية مع أنه فيها بعض التضارب خاصة في تصريح سيدة المكلفة بالأعلام والاتصال رشيدة النيفة التي قالت خاصة بعلاقة بزيارة أردوغان أنه أردوغان طلب أن يسمح للقوات التركية أن تمر من قبل البحار وكذلك الأجواء والتراب الليبي وهذا ما نفته رئيس الجمهورية وهذا ما نفاه المكلف بتسيير ديوان الرئاسي وقال أنه أردوغان لم يطب ذلك هناك تضارب لكن في نفس الوقت هناك وضوح للموقف خاصة في علاقة بأنه ماذا نفهم من خلال هذا التضارب يعني؟ هناك عدم تنسيق أولا على مستوى رئيس الجمهورية بين الفريق الدائر بالرئيس قيسي سعيد ثم نفهم أنه كذلك أنه ألزمي أن يكون هناك نحتق رسمي باسم المرأس الجمهورية هذا ضروري وضروري جداً لكي يكون الموقف واضحاً واضحاً جداً باسم الجمهورية نمشي للبريس والعنوان الموالي نزال بالنسبة لجريد للبريس قالت قلب تونس لما تندي فيغلان كوني يعني هنا نحن نرى أن قلب تونس كما قلنا منذ قليل أنه التصريحات الموجودة والمتضاربة بالنسبة إلى القيادين تقلب تونس ذهب نحو أن يكون هناك صمت كبير حول الموقف الرسمي بالنسبة لهذا الحزب هذا الحزب الذي يبدو أنه دخل في لعبة الكواليس خاصة في مفاوضات إما حول أن يكون هو الحصان الفائز بالنسبة لسيد الحبيب الجمهوري ومنحه الثقة يوم الجمعة أو الذهاب نحو سيناريو آخر وهو سيناريو الانخراج في حكومة الرئيس وأن يكون له بنسبة إليه نصيباً كبيراً منه خاصة وأنه إذا ما طرحت حكومة الرئيس فهنا سوف تكون حكومة سياسية بيعطان مع الكريمة وبمتياز يعني هل بقي حزب قلب تونس هو الحل الأخير؟ بالنسبة للمعادرة والمشهدية السياسية بالنسبة اليوم خاصة المشهدية البرلمانية فهنا قلب تونس يعني أصوات هذه الكتلة مهمة خاصة بنسبة لمؤتد يعني مصادقة ومنح الثقة 38 نائب يعني 38 نائب لكن نحن نشوف إن 38 نائب لو موجودين مع 54 نائب نسبة حركة النهضة و19 نائب بنسبة لكتلة التلاف الكرامة فأنه يعني لن تمر يعني لن يوجد يعني 109 صوت اللازمة للمصادقة على هذه الحكومة وبالتالي فأنه حتى ولو مرت حكومة سيد الحبيب الجملي فأنه حتى الحزام السياسي الذي ضعيف ضعيف جدا وهش ويمكن أن يكون يعني خاصة مع تضارب وكذلك عدم رضا الأحزاب حتى بعض يعني مكونات المشهدية السياسية التونسية كالاتحاد العنتونسي للشغل وكذلك حتى يعني اتحاد العراف غير راضين على عديد من الأسماء الموجودة في هذه الحكومة فأنه في أول أزمة فأن مثل هذه الحكومة سوف تسقط وندخل في إطار أزمة سياسية التونس اليوم في غينان عنها مهم جدا كل اللي تعرضنا لولي هم الشأن العام نزار نعود ونذكره أنه قراءة العنوين لليوم تم الشأن العام شكرا لك مرة أخرى على مرافقتنا في مع الحدث نحن نمشون